اشتركوا في القناة 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 لمدة ربع ساعة. سوف نحاول ما امكن ان نبسط لجينة ديالي. كما تشاهدوا بهذا الشكل هذا. سوف نطويها. كما تشاهدوا في الفيديو. سوف نعود كذلك نبسطها على شكل طولي على شكل مستطيل. بالنسبة لي انا سوف نستعمل الالة ديال المعجنات. إلا كنتوا تفروا لها فاستعملوا هاي لما كنتوا تفروا لها. فما عليكم الا انكم تبسطوا العجنة ديالكم بدلاك. سوف تكون رقيقة. وتجيبوا القطعة ديال البيتزا او لأي قطعة. وتبقى تقطعوا العجنة ديالكم الى خيوط رقيقة طويلة. وبعد الشكل سوف تحصلوا على البشنخة. يعني طريقة سهلة وبسيطة تساعد الطريقة هذه كتتخرج وكتصدق. والنتيجة كتجي رائعة جدا. يعني الطريقتين بجوج رهم كيجيو زوينين. لما غاد نجيب الماكينة. كما كنتشوفو. يعني اول حاجة غاد نحاول انبسطها. جهة ديال جهة الطوراق. اولا جهة اللي كيبسطو العجين. يعني اه قديت الماكينة ديالي على رقم اربعة. من ثم غاد نحسل العجينة ديالي كما كتشوفو. غاد نزيد نحش عليها واحد شوية ديال دقيق. يعني يمكن لكم تستعملوا يا اما الدقيق. يا اما ما يزينا لكم الاختيار. انا استعملت غير دقيق. ولكن لكم تستعملوا الدقيق باش تحصلوا على النتيجة اللي كتكون ممتازة. وباش العجين ديالكم ما يتلسقش في الماكينة. باش تحصلوا على خيوط اللي كتكون مقادة ومتساوية وزوينة. هدي نحاول ما امكن انني. نخرج الخيوط. هاتشكل هذا. هدي نسرحهم. هنا بالنسبة لتشكيل جيل البشنخة فاشكلها كما بغيتو كبيرة صغيرة. اه فيها بزافة الخيوط يعني تجي غليضة رقيقة لكم اللي يخصيها لكل سيدة. تشكلها على حسب الدوق ديالها. ما تشكل هذا. انا هنا هاد الكمية ديال العجين اولد الخيوط. سنقسمهم على جوج. كما كنت لاحظوا. ونحاول نشكل البشنخة ديالي بها الطريقة. انه طريقة سهلة وبسيطة. ومعروفة وكل شيء كعر في ديال البشنخة. كما كنتشوفوا. وبنسبة لشكل فالكم اللي خسياري. اما تسعملوا هاد الشكل ديالي هاتقليدي او لا تشكلوا اه شكل دفيرة او لاوريدة. يعني الشكل اللي بغيسوا. اللي حبيسوا. غيرت الشكل هادا. وانسوما غيرت نشيبوا احد الموس والبدا نقطع. ونشكل في البشنخة ديالي. ونحيد الزوائد. واحنا تحصلنا على البشنخة ديالنا كما كتشوفوا. موسيقى 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 نستمر بنفس الطريقة البندات تشكل بشنخة دياليك كما كتشوفوا في الفيديو. احسن سليقع كمية العجين اللي عندي عاديك ساعات ندوزو نقليو يعني نشكلو خطره وحده ونقليو خطره وحده كما كتشوفو المساليس من تشكيل البشنخة دابا غادي ندوزو نقليوها في حمام زيت اللي تكون على نار متوسطة في الاول سخنوزيدي لكم زيان بعد عملوا النار على نار متوسطة من الافضل لتقليو في شي مقلة ليتكون غرقة او لا شي طنجرة لكم لاختيار مهمتي حاجة ليتكون غرقة ما كتشوفو خليوها تتقليوها تتقليوها على جهة جوشتة تاخد لكم اللون الزهبي تتحمر وتاخد اللون الزهبي وعاديك الساعات ندوزو نعملوها في العسل بالنسبة للعسل رأى صنع منزلي انا ديجا كنت تحضر معاكم في القناة طريقة صنع العسل المنزلي من الافضل يعني العسل يكون هيدا كما كتشوفوه عاقد وخاتر باش يلسق ليكم على المعسلات ديالكم او الاشتباكية ديالكم وإلا لقيتوها تقيل بزاف معليكم إلا تدفيوه واحد شوية سوف نعمل العسل البشنيخة زالي من ثم سوف نحضر واحد صفية ونبقى نصفي فيها البشنيخة باش تاكل العسل الزائد يتقطر ليه نحضر واحد الفورشيطة نبقى نهز ونحط في ديك الشبيكة باش تاكل العسل اللي كيكون زايد يتقطر وتبقى البشنيخة زوينة راهاك تجي مقرميشة ورائعة وشيشة وزوينة بزاف سوشو بالمعداق ديال لوز هذا الشكل هذا وفي الاخرين مشاهدين الكرام هذه البشنيخة زينا او الشبكة بالحليب كتجي رائعة جدا مدهق لاديد جدا كنت سمنى تجربه لإعجابكم رانيزين ساعة من الفوق بشوية دلوز مطحون فيمكن لكم تزينوها بجنجلان كنت سمنى انكم تشتركوا في القناة وضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد وتحطوا لي واحد لايك تجدعا لي واحد كومنتير زوين من عندكم تصلوا في رأسكم بسافت ومتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة